من اعمال شهر رجب الاصب الصيام عن الامام القاضم عليه السلام رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة سنة ومن صام ثلاثة ايام وجبت له الجنة الاستغفار عن النبي صلى الله عليه وآله قال من قال في رجب استغفر الله الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له واتوب اليه مئة مرة وختمها بالصدقة ختم الله له بالمغفرة والرحمة التسبيح مئة مرة بقول سبحان الاله الجليل سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا لا سبحان الأعز الأكرم سبحان من لبس العز وهو له أهل صلاة كل ليلة وهي ركعتان في كل ركعة الفاتحة مرة وقل يا أيها الكافرون ثلاث مرات وقل هو الله أحد مرة وإذا سلم رفع يديه وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد النبي الأمي ويمسح بيديه وجهه ففي الرواية أن الله تعالى يستجيب له الدعاء ويعطيه ثواب ستين حجة وستين عمر قول لا إله إلا الله ألف مرة ففي الرواية أن من قالها كتب الله له مئة ألف حسنة وبنى الله له مئة مدينة في الجنة قراءة سورة الإخلاص مئة مرة ففي الرواية أن من قرأها جاء يوم القيامة بعمل ألف نبي وألف ملك ولم يكن أحد أقرب إلى الله منه إلا من زاد عليه قراءة الأدية المذكورة في قتب الأدية قراءة الأدية المتحدة في الجنة شكرا